لكن قبل ما احكي على السحر سأقول الشغلات بشكل سريع لبرج السرطان يعني بالأيام الجاية لاني ما رح ارجع لإلاء وممكن انسوا ما نرجع نحكي فيها لاني عمشوا في طاقات كثيرة عندي فاول شي لا تخبر الناس اللي حوالي كل شي بيصير معاك لانه الشي هذا بيخلق لك مشاكل في من كون عنده زيارة الطبيب بإصرافات مادية بالخصوص الأطباء كذلك في من كون اللي بيفكر في الطلاق وانفصال فالورقة بيقلك انه خد وقتك وحاول تسافر او شغلة وترتاح وتعمل تأمل لتاخد القرار الصحيح بعد الراحة طال عالي كذلك طاقة أشخاص يعني ساكتين وتاركين كل شي وراء هن شايفة كذلك في شغلات يعني كأنه يعني عم تتكرر معاكم أو مع برج الأسد يعني الشخص هيدا كأنه متزوج كأنه حط عينه عليكم كأنه شايفاكم وانتو تخليتوا عنه يعني بعد خيبة أمال كذلك في رزقة وترقية جاية كون في حدا من الماضي شراحة بدو يرجع للكون ممكن يكون الزوج او حبيب او مفصلته هذا بشكل عام والآن رح نحكي على الصحة فيما يخش الصحة يا برج السرطان السرطانيون والسرطانيات مرحبا بيكم أول شي يعني صحيا يعني كأنه عم شوف الإشكال موجود في أنكم ما بتعملوا توازن فعم شوف كأنه الورق عمين صحكم ورق طروي يعني أنكم تعملوا توازن بين حياتكم العملية والشخصية وترك الوقت الكافي يعني لتناول الطعام وموارسة الرياضة ليك شغلات كذلك يعني إذا كنت يعني بتواجه مشاكل صحية ممكن تشوف معي الورق إذا كنت يعني بتواجه مشاكل صحية فالورق بيشجعك على النظر في جميع الخيارات للعلاج يعني كأنه عم بيقلك لفسر أكتر ما تعتمد على علاج واحد يعني إذا بتعتمد على علاج أطباء هيك بيقولك روحة تقليدي شوي ويعني وهذا لا يعني رفض العلاج الذي تتلقاه يعني بل من خلال يعني إعادة التفكير في المشكلات الصحية والنظر في علاجها من كل الزوايا كذلك تشير الورقة هذه يعني إلى تشجيعك إلى أنه مهما تكون المشكلات الصحية التي تواجهها فأنت تحتاج لإتاحة الوقت للشفاء بدلا من الشعور يعني بالإحباط كما يخبرك أن الطب التقليدي قد يكون أفضل لك يعني في الوضع هذا وتغيير الروتين ممارسة الرياضة تناول مكملات الفيتامينات لتعزيز النظام الحماية ورفع المناعة فالتارو في المسألة الصحية هو عم يعطيك نصائح لمنكم في الوضع الصحي أنه توازن ما بين حياتك العملية والشخصية وتضحر المشاكل يعني مشاكل اللي ممكن تخليك قلق لأنه بداية الأمراض بتيجي من القلق والتوتر الحياة اللي أصبحت صعبة إلى غير ذلك فتارو بيحكي لك عن الشغلات هذه الآن سوف نرى العمل بصراحة العمل أنا شايفة شيء جميل لبرج السرطان وأنا أحب بيته برج السرطان مجال العمل مبين عندي شغلات حلوة في مجال العمل أحبك تشوف الورق ففيه يعني فيما يخص مجال العمل فالأمور طيبة ففيه منكم اللي جاية ترقية بالعمل رح ترفعك سواء ستصبح مدير رئيس مجلس إدارة المهم رح تترقى فيه ترقية جايةك بالطريقية برج السرطان ترقية لمقام أكبر لأني شايفة يعني شايفكم فيه احتفال عندك فيه فرحة بالعمل يعني وشايفة في عندك انتصار يا برج السرطان وانت تصحق الشغلة هذي في عندك انتصار على أعدائك لكأنك إذا شفت هون الشخص هذي كأن منتصار وفيه تحت رجليه حدا يعني ممكن يكون الشخص هذي برج أسد أو جدي هيك بس في عندك انتصار على أعدائك بالعمل إن شاء الله تعالى كذلك اللي بيدور على عمل هذا بيقلك تارو هذا هو الوقت المناسب لسسعة فمحتمل أن تجد العمل الذي كنت تطمح إليه والذي تستحقه لأنني شايفك يعني رح ترتاح من الناحية هذي كذلك في منكم اللي جاية رزقة بالطريق رزقة حلوة فإذا دخلت في مشروع أو يعني أو عملت صفقة رهنت في الأمور الطيبة لأنني شايفة في احتفالات بالموضوع لا إليك يا بورفت صارتان يعني في ترقية الشغلة هذي أنا متأكدة منها في منكم وني عنده ترقية جيته بالطريق أو ترقع هذي الأيام هذا فيما يخص العمل الحين الأسرة فيما يخص الأسرة يعني ما في شغلات كثيرة بسني عم شوف في منكم اللي شايفة عم بيحاول يسيطر على الوضع الحالي وعلى الوضع اللي حواليه كأنه شايفة فيه صراع وفيه اشتياق لناس بعيدين يعني عن بعض سواء أفراد العائلة أو شخص أنت بتعزه كذلك في منكم اللي عنده تصالح في منكم اللي عنده تصالح مع أفراد العائلة أو الأسرة ولكن شايفة الشخص هذا يعني كأنه رغم أنه رح يكون فيه تصالح غير راضي يعني زعلان يعني حاسس أنك غير راضي كذلك شايفة منكم اللي طيوبة كتير صراحة كله حب ولكني شايفة كأنه الطرف الآخر أو سواء كانت العيلة أو كان شخص بتعزه يعني كأنهم عم يتقاووا عليك عليك وإنت ممشي الحال يعني كأنك أنت عم تنزل للأمور تير منيحة وبعده الأطراف الأخرى عم تطلع يعني كأنهم بيحسوك ضعيف وإنت مو ضعيف إنت بس بتحبهم كثير وبدك تنهي هالصراع أو هالشغلة اللي صايرة وما بدك مشاكل وعم تمشي الأمور كذلك في منكم لمشتاقل الوالدين سواء كان هو مسافر يعني ومشتاقل إنهم أو كانوا موجودين بالسماء يعني شايفتوا كأنهم يتذكرون وزعلان شوي يعني كأنهم كانوا الظهر تبعوا وكانوا يعني يعني كأن الشخص كان ظهرك شي طبيعي فإنتوا بالفترة الجاية رح يعني ستصبحون أكتر قوة ورح تاخدوا زمام الأمور ورح تقدروا تواجهوا سواء كان الوائل كان الوضع يعني مع شخص أنت بتحبه أو أشخاص لأنه طالع لك كارت القوة وكذلك 7 of Pentacle فإحنا احتمال تكون تركت حب وكرست وقتك لشغلك أو مشروعك الذي ستجني تماره قريبا ففي عندك انتسار يا برج السرطان لأنني شايف فيه من كون الوضع كان عنده مكركب يعني من زمان على طول الوضع مكركب حتى أنهم ملوا وما بد يعني كأن الأمل باقى يقولون نفس الشيء رح يتكافر بس يعني أنت بتستحق يعني لأنه فيه انتسار جايلك بالطريق يا برج السرطان وعلى طول يعني كأن أكيد فيه شغلات بتصير مع الناس وخيبات أمل مثل شيء على طول عم يعمل علاقة بس عم بيصير نفس الشيء شخصي هذا مثلا عم بيخون أو ما عم يزبط الموضوع فمثل ما الأمور بتصير فترة بتكون سيئة أكيد رح تطلع الشمس يا برج السرطان وإن شاء الله تكون شمسك الفترة هذه لأنني شايف فيه عندك انتسار يا برج السرطان بس انتبهلي شوي على عاداتك والشغلات اللي بتعملها وطريقة التفكير فيما يخص الصحة يا برج السرطان أما ما هو عاطفي صراحة في عندي طاقات كتيرة وأنا سحبت أوراق كتيرة فرح حاول كون شاملة الشيء اللي رح ينطبق عليكم خدولي لأنني عم شوف طاقات كتيرة في شغلات ما رح أتطرق إلى لأنه رح ياخد مني الموضوع وقت فرح نبلش يا برج السرطان شايفك يا برج السرطان زعلان واخد جنب وعندك ورقتين للشغلة هايلي وكأنك قاعد مع حالك لأنك تعبت من الوضع كأني شايفاك خرجت من علاقة وطلعت يعني كأنك خرجت من علاقة وطلعت ولكن أنت طلعت زعلان أو ممكن يكون شخص يعني تركك أو طلع من العلاقة ولكني حاس أكتر أنه أنت اللي طلعت من العلاقة هايلي فأنا شايفاك مختفي أو قافل كل الطرق تواصل كأنك عاطي دهرك يعني قافل كل كل شغلات التواصل مع الطرف هايدي كأنك عاطي دهرك لكل الشغلات كأنك ما شايفه واخد موقف لأني شايفاك تحملت كثير من الشخص هذا وشايفاك مبتعد ولكن حقيقة بعدك بيتراقب نفس الشغلة بعدك بيتراقب الشخص هذا كأنك عم تخبي مشاعرك لأني شايفاك أنك أنت بعدك بتحب الشخص هذا يعني فيه من كون وأكتر اللي بيحبوا الشخص هذا كثير وبعدك بيتراقبه كأنك بخبي مشاعرك أو خايف الشخص هذا يعرف أنك بعدك بتحبه وبتراقبه لأنه الشخص هذا كان شي مهم بحياتك لأنه شايفاك فيه شي صار بيناتكم يعني شي صدمة تعرض الثلة شي شغلة شي مشاكل صارت بيناتكم سواء كانت خيانة أو منفصال يعني سواء المتزوجين أو المتطلقين أو اللي كانوا مع بعضون ولكن الغريب أنه شايف الشخص هذا متمسك بيك حقيقة هو شايفك الشخص المناسب لي كأنك الإنسان اللي بتخليه حاسس بالفرح والتوازن يعني احتمال الشخص هذا ما كانش بيعاملك يعني مثل ما أنت تستحق أو كان مندفع لأنه شايفاه مندفع يعني في التفسير الشخص هذا شايف له يعني مندفع كثير كأنه الإنسان بيعمل شغلات وما بيفكر في العواقب ولكني شايف الشخص هذا حقيقة مستعد الشخص هذا مستعد يعمل شغلات أو يدخل المعركة مشان يرجعك ولكني شايفاه بيفكر كثير في الشغلات اللي صارت الشخص هذا بيفكر كثير في الشغلات اللي صارت ووصلتكم لحالة انفصال سواء كنتم مرتبطين أو منفصلين أو متزوجين أو سواء تركك و اداك ظهره أو كان يعني مهتم بحياته أو راح تزوج أو التبط مع حدا أو ما كان مقدر وجودك ولكني شايف الشخص هذا يعني كأنه مرتاح بناجح فممكن يكون هو اللي انفصل عليك ولكني شايفاه بيفكر فيك يعني صراحة احتمال يكون بيفكر بس في الشغلات اللي صارت أو انفصال أو في تواصل روحي بيناتكم فاحتمال يكون شيء طرف ثالث فات على العلاقة لاني شايفاه يعني متمسك يعني بشغلتين ممكن تكون عمل وانت ممكن يكون شخص تاني مثل ما انتو شايفين ممكن يكون شخص تاني كذلك متمسك فيه ومش عارف ياخد قرار بيناتكم أو متزوج وانت يعني ومش عارف يعني مين يختار فيكم أو بيفكر يتدوجك بالإضافة للشخص اللي هو معه طراحة طالع للشخص هدا عم بيدور على طرق لا يتواصل معاك طرق جريدة يعني فستفت كتير الشغلات هذه الشخص هدا بيدور على شيء طرق عشان يتواصل معاك هو يعني لا يريد أن يأتيك هكذا ويقول لك أوريد لا هو بده كأنه ما بده يعتدر يعني بده يجي هيك وتحكو مع بعض كون لا لا يقدم اعتدار ولا يفسر ولا يرجع للشغلات اللي صارت بيناتكم فكأنه بيدور على طرق جريدة لتواصل معاك لاني شايف فيه من كون اللي بيعمل جذب حقيقة فيه تواصل روحي عندي عالي وانا حسك يا برج السرطان كأنه من كون اللي حاسس انه فيه من كون اللي بيقول انه الشيء اللي صار معه يعني بسبب سحر فيه اللي بيفكروا هيك بسبب سحر أعمال أو شايف انه اللي صار يعني بسبب شي حضام يعمل شغلات من وراكم يعني ممكن يكون فيه طرف يعني فيه من كون اللي بيعمل أعمال للشخص هذا حقيقة فيه 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 أعمال وفيه من كون اللي شايف انه الشيء اللي صار معه بسبب شخص عم يعمله سحر أعمال برد النظر شو عمل لك الشخص هيدا سواء كان تركك أو طلق هك أو لقيت مع حدا تاني أو ألب عليك اختفى ففيه من كون اللي بيعمل جذب وفيه اللي بيعمل أعمال للحبيب فالشخص هيدا حقيقة هو شايفك شايفك شخص حنون ومتكامل وطيب وهو بده يتواصل معك لأنه شايف إنك الحب يعني واضح إنه الشخص هذا عرف قيمتك ولكني أنا شايفك قافل على الشخص هذا قافل عليه وعاطي ظهرك وعمل حالك مش فارقة معك كأنك يعني كأنك اختفت عن الأنظار يعني احتمال تكون تستنى الشخص هذا ياخد قرار بشي موضوع أو يتقدم بخطوة عملية مش بالكلام فقط أو حتى يختار بينك وبين حدا بينك وبين شي شغلة لأن الشي الشي في الشخص هذا يعني بيفكر 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 في زواج طالع علي ورقة الزواج الشخص هذا يعني كأنه بدو يرجع لك بدو يتزوجك